مع الاحتفاء بمرور ستين عاماً على نشأة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الكويتية وذكر مرور ثلاثين عام على تحرير الكويت تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الكويت حيث استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية للبلاد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وآلية التصدي لأزمة كورونا وتداعيتها نؤكد استمرار دعم أمريكا لاستقرار المنطقة والتصدي للإرهاب في هذا الوقت الحرج ونحن ملتزمون بدعم أصدقائنا ونتطلع إلى تقوية الشراكة مع الكويت تحدثنا عن فرص التعاون في مواجهة كورونا سويا من خلال كوفاكس لتوفير اللقاحات كما تحدثنا عن دعم الأمن القومي واستقرار الأمن في الشرق الأوسط وناقشنا سويا الأوضاع في اليمن والعراق وأفغانستان وسبل تعزيز التعاون العسكري والعمل مع الكويت وتعاون مع مجلس التعاون الخليجي وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين أكد بلينكين دعم بلاده للتعاون العسكري مع الكويت من أجل دعم استقرار المنطقة كما تطرق الجانبان لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن والعراق وأفغانستان ترجمة نانسي قنقر